طبعاً إخواني طبعاً في وسائل الإعلام اليوم احنا نعيش لكويت كنا نقول في السابق نعيش أعراض ديمقراطية أيام ديمقراطية أفراح ديمقراطية اليوم احنا قاعد نتكلم بطريقة أخرى أن احنا قاعد نعيش استحقاقات استحقاقات سياسية حقيقية نتيجة عدم الاستقرار السياسي اللي احنا قاعد نعيشه من سنوات والدليل على ذلك كثير من حل المجالس واحنا شفنا من خلال أربع سنوات هذه رابع انتخابات وهذا أكبر دليل أن هناك في خلل في بنية نظامنا الديمقراطي وشفنا كذلك التصفيات اللي عصارت شفنا من مجلس 2020 إلى مجلس 22 إلى مجلس 23 طبعاً كان هناك فئة ومجامية وقوة سياسية كذلك تسعي لحل مجلس 2020 وجات النهاية إنها حل مجلس 2020 وجاء مجلس 22 وكذلك مجلس 22 شنو ما شفنا تغيرت الأمور أكثر ولكن شفنا هناك مزيد من التصفيات تصفيات الحسابات وكذلك أمانة في جميع السوابغ اللي كانوا يتكلمون عنها في المجال السابقة تم قرارها وكذلك صارت في بجال الساعة وعشرين وأهل الكويت صاروا واعين في الموضوع الخلل وين؟ الخلل طبعاً نحن نتكلم فيه بنية النظام الديمقراطي ونحن نزلنا ما زلنا نقول كلامنا اللي دائما نكرره أنه الدستور الكويتي دستور اللي نحطه الأباء للمؤسسين 62 دستور طبعاً نحن نحط في ذاك الوقت كان عدد السكان الكويت 250 نائلف واليوم احنا مليون وربعمية كان عندنا خمسين نائب واليوم ما زلنا خمسين نائب ثلث المجلس وزراء طبعاً 16 وزير في حين عدد الوزارات كان وزارات زادت هذا يدى لأنه هناك خلل والدستور 62 نعتقد احنا ما نقول غاء الدستور نقول إعادة النظر في الدستور الكويتي وهناك آليات كثيرة آليات كثيرة ممكن احنا نحط إيدنا على الخلل ولكن الطريقة أننا طبعاً لازم تكون هناك رغبة سامية سمون أمير وثلثين مجلس شلون هذا طبعاً لازم تكون أصحاب أصحاب الحل والعقد نازم أصحاب اقتصاص الدخلون في في النظر إعادة النظر فيه مع الدستور السؤال الآن احنا في انتخابات اللي قاعد نشوفها بالشارع الكويتي نشوفها بين أهل الكويت أن الناس وصلت المرحلة أنه للأسف أنه أسد من هذه المجالس وهذه القناة موجودة في أوساط الشباب ولكن احنا نحثهم أن هذا مكتسب حق الحافظ عليه المشاركة جداً مهمة ندي انتخابات في شهر رمضان ولكن احنا شفنا انتخابات صارت في شهر رمضان في 2013 كان شهر سبعة احنا حين الجولة طيبة الحمد لله وأعتقد المشاركة مطلوبة ويوم يوم اعتقد استحقاق سياسي لازم نحث الجميع على المشاركة نقدر وما نقدر لا أكيد نقدر نقدر نحنا نحث أهل الكويت يشاركون وعندهم مسؤولية نقدر نحنا نغير نقدر نختار الأفضل الكويت واللادة نختاروا الأصلح من نختار اللي يمثل أهل الكويت ولا يمثل على أهل الكويت هذا الشعر دائما نتекلم يمكن احنا شبناها احنا متفاعلين دايما شعارنا دايما التفائل ودايما نحث الشباب ولكن احنا قاعد نشوفها وساط الشباب اللي هي فيها العزوف لا نشجعهم ونحفزهم للمشاركة هناك كثير من الامور يجب مناقشتها كثير من الغضايا تحتاج بلد استغرار البلد تحتاج استغرار دول الاقليم والمحيط سبقونا ليش هناك في استغرار احنا نتكلم نحتاج استغرار عشان البلد تنهض البلد واقف من شل وهذا اللي ادى اللي ردت فعل عند عند اهل الكويت اللي انا طبعا في كثير من الحيانة اتستذقل كلمة شارع اهل الكويت مهم شارع اهل الكويت دولة اهل الكويت هي اهل الكويت فان شاء الله احنا متفاعلين في المرحلة الغادمة ونحث من خلال وسائل الاعلام وكذلك هذا المنبر ان المشاركة وشعارنا اللي قيناه في هذه الانتخابات ان احنا نقدر اهل الكويت قادرين متفاعلين طبعا انا قدمت الطعن في انتخابات اللي طافت طبعا طبعا مجلس 22 قدمنا الطعن في الانتخابات نتيجة ان مرسوم الحل مرسوم الحل كان يتطلب ان تقسم الحكومة داخل المجلس تثبت حالة حقيقية من عدم تعاون وجات المحكمة السورية في مجلس 22 اطلت المجلس بناء على هذا وكان منطوق الحكومة واضح يجب على الحكومة ان تقسم داخل المجلس وتعمل عمل حقيقية مع المجلس وتثبت حالة حقيقية من عدم تعاون ولكن جاءت الحكومة بعد حل المجلس 22 مرة ثانية جاءت الحكومة وادت نفس الدور حلت المجلس بدون لا ان تقسم مع المجلس وعشان شيذي احنا هم كذلك عدنا الطعن في الانتخابات 23 ولكن طبعا نحترم غضاء الكويت الشامخ يعني احنا نأدي دور هذا حق قواعدنا علينا حقها الكويت علينا اذا احنا نشوفه اللبس احنا نقوم بدورنا القانوني ولكن جاءت المحكمة انها عدم ابطال مجلس يعني احنا ان شاء الله ما ننتقص من المجلس يعني احنا نشوف دائما نقول احنا اي مجلس يطلع في يجب ان يحترم هذا المجلس خيار اهل الكويت يعني المجالس انا قلتها في السابق يعني سواء انت داخل المجلس او برا المجلس يجب ان تحترم هذه المجلس كذلك اهل الكويت اعتقد انا وجد نظري يجب ان يحترم هذا المجلس لانه خيار اهل الكويت يجب ان يحترمه اذا انت معاجبك تعال حاسب هذا المجلس في الانتخابات اللي بعدها قول كلمتك مرة ثانية انت غاصلة كذلك كانت فيه كثير من مجالس فيها انجازات يعني ما نبخص هذه المجالس نجازاتها نشوف احنا اولوياتنا اهل الكويت اولوياتنا التنمية والاصلاح اولوياتنا اننا حل كثير من الغضايا والدليل ان احنا في مجلس 2020 قدمنا كثير من الغوانين كثير من الغوانين اقتراحات بغوانين يتخص كلها تصبح صالح اهل الكويت وحل كثير من الغضايا ولكن عدم الاستقرار السياسي خذت والأسف ولكن المشكلة للغوانين تتقدم في المجالس الاختراحة القوانين يقدمونها النواب تأخذ دورتها في اللجان ولكن في حل المجلس تنتهي هذه القوانين يجب إعادة تقديمها من جيد ولكن نحن إن شاء الله نعيد تقديم كثير من القوانين اللي كنا قدمناها لنرى أن نحن ممكن تساعد في دفع عجلة تنمية حال كثير من القضايا هذا الموضوع سابق لوانع في حال عدم شوفوا أخي للسؤال مو معناته أنه أنت حق قواعدك عليك يعني عندك جهاز استشاري في حال أنت لو لو انتهت الانتخابات سواء نجحت أو ما نجحت أو لو الله موفق في عندك فريق استشاري قانونين هم يصير الاجتماع واخذ القرار لأن هذا حق أهل الكويت إننا سواء راح نطعن أو ما نطعن هذا الكلام سابق لواني